بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب أخت سورية سنية تقول أني بدأت أمير إلى التشيع مؤخرا ولكن لدي بعض الأسئلة وتطرح في الحقيقة أسئلة مهمة جدا تقول هل الإيمان بالإمام علي ليس واجبا فهل الألم به كالجهل به سواء بسواء وما هو الميزان الأمثل الذي نقيس به هذه الأحاديث خصوصا عندما تتعلق بتفسير القرآن تقول أنا اسمي ديمة من سوريا سنية بدأت مؤخرا أميله إلى التشيع لكني لا أؤمن بالإمامة ولا الأصمة وإنما مدخلي كان بسبب اطلاعي على التاريخ وتناقضاته مع التراث الحديث السني وكنت أتابع الباحث السعودي حسن فرحان المالكي الذي ينتقد الغلوة الوهابي وسيطرته المتزايدة على باقي المدارس السنية وبدأت بمتابعة محاضراتك مؤخرا وقد وافقت أو اتفقت يعني في طرحك الكثير مما كنت أحدث به نفسي رغم ميني لتشيع لكن بقيت مجموعة تساؤلات عندي أرجو طرحها عليك أولها لماذا امتنع الإمام علي عن مبايعة أبي بكر لفترة من الزمن وهل ثبت في التاريخ مسألة إرث فدك وقصتها وحسب رأيك ماذا كانت دوافعها السلطة عبر التاريخ أثرت على التراث الحديث السني وأيضا المعارضة الشيعية على اختلاف ظروفها أثرت في التراث الحديث الشيعي فما هو الميزان الأمثل الذي نقيس به هذه الأحاديث خصوصا عندما تتعلق بتفسير القرآن أيضا أرجو أن تتحدث في حلقة إذا أمكن عن نهج البلاغة ومدى صحته وما الذي يمكن أن يضيفه إلى المسلم إن صح خصوصا أنك قلت مرة أن الإيمان بالإمام علي ليس واجبا فهل الألم به كالجهل به سواء وشكرا وعذرا للإطالة بالحقيقة هي أسئلة كثيرة يعني ومهمة جدا وكل موضوع استحك أن نخصص له حلقة وقد خصصنا لهذه المواضية حلقات عديدة أما أن الإيمان بالإمام علي ليس واجبا فهو أنا أعني بها ليس من شروط الإيمان وليس من شروط الإسلام الإسلام هو الإيمان بالله تعالى يعني الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن هناك في التاريخ الإسلامي ولدى التطبيق هناك منهجان منهجان مستمران منذ القرن الأول وإلى اليوم انظروا إلى مثلا كثير من الحكام الطغاة المستبدين الدكتاتوريين السفاحين المجرمين الذين يدعون الإسلام ويبنون المساجد ويتظاهرون بتطبيق الشريعة كما فعل الداعش مثلا هذا منهج لا يعرف العدل لا يعرف الشورى لا يعرف احترام حقوق الناس لا يعرف الحق إنما يهمه تهمه سلطة فقط وهناك منهج زاهد في الدنيا زاهد في السلطة حتى ويحترم حقوق الناس وحرياتهم لا يعتقل أحدا عبثا لا يقتل أحدا عبثا لمجرد معارضته مثلا يعتمد طريق الشورى في الوصول إلى السلطة يحترم إرادة الناس هذا منهج آخر هو منهج الإمام علي هو منهج أهل البيت وطبعا الخلفاء الذين سبقوا الإمام علي أيضا نفس الخط ولكن المنهج الآخر الأموي الذي شوه الإسلام وقلبه رأسنا على عقب فمعرفة الإمام علي مهمة جدا في معرفة الإسلام الصحيح ولكن إذا شخص لم يعرف الإمام علي ولم يسمع به أبدا هل هذا دينه ناقص أو إيمانه يعني مشكوكم فيه لا هو إسلامه صحيح ولكن يهمنا جوهر الإمام علي هو جوهر العدل والحرية والشورى والحق هذه الأمور إذا طبقها أي إنسان فهو يسير على منهج الإمام علي حتى لو لم يعرف الإمام علي ولم يعرف أهل البيت فليس هو كشخص يجب الإمام به الإمام بالنبي محمد كشخص يجب أن نؤمن به حتى نصبح مسلمين وإلا لا يمكن أن نكون مسلمين أما القضايا التاريخية الأخرى التي تسأل عنها الأخت لماذا امتنع الإمام علي عن ويعت أبي بكر لفترة من الزمن يعني إما كان مشهولا بجمع القرآن أو كان معترض أو كان في نفسه شيء مثلا هذا قصة يعني حدث تاريخي أو موقف تاريخي وانتهى مسألة فدك وقصتها أيضا هذه قصة طويلة لا يمكن أن أو بحثناها أيضا في صورة مستقلة يمكنك أن تراجعي الموقع وتكتب فدك أحمد الكاتب فدك يمكن تظهر وباختصار أقول أنها يعني النبي صلى الله عليه وعلا لم يترك نظام دولة بعده إنما أو بكر والصحابة اجتهدوا بأقامة الدولة وهذه الدولة كانت تحتاج إلى أموال وفدك كانت مزرعة كبيرة جدا تمول هذه الدولة في بداية أسيس هذه الدولة احتاج إليها أو بكر وقال أنه لم تثبت ملكيتها للزهراء وطلب بعض الأدلة أو شهود ولم تتوفر الشهود فأخذها ثم أعطاها بعض الخلفاء الآخرين الذين اغتنوا أعادوها إلى مثلا ورستها أما نهج البلاغة فهو طبعا كتاب قيم فيه قضايا روحية وقضايا أخلاقية وقضايا في فهم الدين ولو لم يثبت مثلا بالسند هو جمعه الشريف الرضي في أواخر القرن الرابع الهجري ولم يذكر الأسناد لذلك لا يعتبر حجة شرعية على أحد لا يمكن أن نعتبر قولا منسوبا إلى واحد قبل 300-400 سنة أن هذا حجة شرعية وإنما هو كتاب مفيد وكتاب مهم وفيه حول توحيد الله وعلى قضايا تاريخية يمكن الاستفادة والاستعانة بها هذا الموضوع أو هذا السؤال سؤال الأخوة الديمة أثار عددا من النقاشات بين الأخوة الذين علقوا على سؤالها الأخ عبد الغفور يقول يا ديمة يا محترمة أنا أود ألفت نظرك إلى كتاب الله سبحانه حيث قال في ختم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وهو المبلغ عن الله سبحانه وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي معيار السماء يوجد إسلام ولا يوجد سنة أو شيعة وهذه ابتداء أشخاص وهم بشر عاديين لا تقديس عندهم وهم حكموا وماتوا وهم رهينة أعمالهم وكلهم عند الله ونحن سوف نتبعهم أبو حمز الشاري يقول هي أجابت في آخر السؤال الجهل بهذه الأحداث التاريخية صحت أو لم تصح كالعلم بها لا ينفع ولا يضر الدين دين الله تعالى ولقد بيّنه في كتابه إذ نحن لسنا بمكلفين عن التفتيش عن علاقة علي بأبي بكر كيف كانت وهل كان أمر يحب خالد بن وليد النظر في هذه القضايا داخل في جانب البحث التاريخي لا الديني عادل السمعلي أو السمعلي لا أعرف الضبط يقول لا تميني للتشيع يخاطب الأخ الديمة لا تميني للتشيع ولا لتسنن وإنما هذه فرق سياسية راكمت الأفكار عبر التاريخ وعبر الصراعات على الحكم وإنما الدين عند الله الإسلام والإسلام قواعده وأركانه كلها موجودة في القرآن الكريم وفي السنة الفعلية لسيد المرسلين الإسلام ليس أشخاص بقدر أو بل أفكار وعقائد الإنجينير العراقي يعني المهندس العراقي يقول أنا شيعي أتفق معها تماما فأنا لا أؤمن بالأسمة ولا بالولاية ولا بالمهدوية لكني أؤمن بحق عليم في الخلافة وإن بقية الخلفاء تآمروا وغيروا صحيح الدين طبعا في الدنيا وأن الحكم الأموي والعباسي فاسد دموي توسعي زور التاريخ واشترى رواة الحديث وفقهاء السلطة فأسسوا المذاهب ليس لها من الإسلام إلا المظهر يا أخي العزيز المهندس العراقي إذا أنت ما تؤمن بالأسمة وما تؤمن بالولاية وتؤمن بالمهدوية فكيف تعتقد بأن الخلافة كانت من حق علي مثلا وأن البقية تآمروا عليها هذا الكلام متناقض فأرجو أن تعيد النظر وتدرس تاريخ الإمام علي وتاريخ من أهل البيت وحتى أن تصل إلى أن الخلافة مسألة دنيوية وليست مسألة دينية فلا تقول أنه غيروا صحيح الدين طبعا في الدنيا ماذا غيروا من الدين هي هاي نظرية التي سببت لنا المشاكل عبر التاريخ الاعتقاد بهذه المسألة أنه هناك نص على الإمام علي والبقية سرقوا الخلافة منه وبالتالي هذا الكلام يؤدي بنا إلى موقف سلبي من الصحابة ويخلق لنا مشاكل مع بقية المسلمين إلى اليوم إلى المستقبل الله أعلم نرجو من الله أن ينقذنا منها الأخ مهند ابن عمر يجيب الأخ المهندس العراقي يقول له من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الخلافة ومن جاء بعد الرسول كلها أمور دنيوية فيها الصواب وفيها الخطأ الأديان دائما تحرف بشكل ما لأسباب سياسية أو اجتماعية ولكن أين هو التحريف في هذا الموضوع يا أخ مهند أيضا أنت كلامك شوية متناقض الأخ محمد أو محمود عواد ردا على الأخ الديمة يقول ليست علاقة زيد بعبيد هي ما ستحدد لك دينك كذلك ليست مبايعة زيد لعبيد هي من سيجعلك تعرفين صحيحة دينك لأن في النهاية الله يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون يعني أنت ملكيش دعوة بزيد وعبيد هما مسؤولين عن أنفسهم أنت ما يهمك هو القرآن الكريم لأن ربنا يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون حضرتك هتفتح القرآن وتحذري ورقة وقلم وتسجلي عدد الآيات التي مدح الله فيها وأثنى على المهاجرين والأنصار ستجديهم ما يقرب من مئة آية هل نسأل أنفسنا هل الله لم يكن يعلم أن هؤلاء المهاجرين والأنصار سيرتدوا جميعا ولن يبقى منهم إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة إذن لماذا كان يمدحهم الله ويثني عليهم ويخبرهم بأنه أعد لهم الجنات ويطلب مننا أن نتبعهم هل من يقول ذلك أعلى من الله إذن هذا القول يخالف كتاب الله المثال الثاني أتي بورقة أخرى نبحث في القرآن أين أمرنا الله أن نؤمن بيصنعش إمام معصوم لو وجدت آية واحدة تقول ذلك أذكريها لي على الرغم أنك تجد الله يقول مثلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهواء فيضلك عن سبيل الله أيهما أولى لنا كمسلمين أن يخبرنا الله أن علي هو الخليفة بعد رسول الله أم يخبرنا أنه جعل داود خليفة في الأرض فلماذا لم يخبرنا أن علي هو الخليفة في الأرض إذن من يقول ذلك أعلم أم لا تعالى عما يقولون والأخ هان صالح رشيد يقول القرآن هو دليلنا وكتابنا المنزل ولم يرد فيه كلمة شيعة وسنة وإمامة هذه كلها إضافات وردت باجتهادات ومصالح المسلمون الأوائل وآل البيت لهم كان في قلوب كل المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا